شاهدين الكرام سلام الله عليكم أسماء المنور تعقد قرانها على هشام أيتمنى تشفت مصادر مطلعة خبر زواج المطربة المغربية أسماء المنور من مدير شركة شباب المحمدية لكرة القدم هشام أيتمنى وأكد المصدر أن المنور عقدت قرانها على البرلماني هشام أيتمنى اليوم الأربع بمدينة المحمدية إلا أن الأخيران لم يعلن عن ذلك عبر مواقع التواصل الشمائي واحتفظت أسماء بخبر ارتباطها بهشام أيتمنى ولم تشارك فرحتها بزواجها مع جمهورها ومتابعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أنه من المعروف عليها عدم نشاطها في السوشال ميديا وعدم نشر حياتها الشخصية ونشر الممثل المغربي محمد الشوبي خبر زواج ثنائي عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك حيث هنأهم وتمنى لهم السعادة والرفاهية وكتب الشوبي بالرفاه والسعادة لفنانتنا الجميلة الطروبة الرجوية أسماء المنور عقد قرانها على البرلمان أي تمنى ويشار أن أسماء المنور فاجأت جمهورها السنة الماضية لخبار طلاقها من زوجها الملحين التونسي عصام الشرابطي بعد الزواج نتج عن طفل اسمه آدم مصاب بطيف التوحد وتحديدا متلازمة أسبريجر حسب ما كشفت عنه في وقت سابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر